دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمثل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله نشهد يا رسول الله أنك خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفدى يا رسول الله لقبر أن تساكنه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم أما بعد فمرحبا بالسادة المشاهدين في برنامجكم هذا ديننا واليوم مع وصية من وصايا رسول الله واليوم مع أول خطاب نبوي لرسول الله في المدينة بعدما هاجر رسول الله فيما يروي الإمام الترمزي وابن ماجة والحاكم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله المدينة قال الناس قدم رسول الله قدم رسول الله قدم رسول الله فانجفل الناس إليه أي ذهب الناس ليروا وجه رسول الله ليقابلوا الحبيب النبي ليكونوا في موكب استقبال رسول البشرية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن سلام فانجفلت مع الناس فلما رأيت رسول الله نظرت في وجهه فعلمت وعرفت أنه ليس بوجه كذاب الله أكبر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الصادق الأمين صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فقال عبد الله بن سلام فأول ما تكلم رسول الله قال أسعد بن زرارة ظننتوا أن رسول الله سيقول هلموا بنا لنذهب ونهاجم قريش لأنهم أخرجونا من ديارنا وأموالنا وجعلونا نترك بلادنا ونترك بلادنا ولكن رسول الله قال أيها الناس أيها الناس الخطاب ليس موجه للمسلمين فحسب بل للناس جميعا على اختلاف أديانهم على اختلاف لغاتهم قال النبي أيها الناس أفس السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ النبي بالسلام إن دين الإسلام دين السلام ليس دين الحرب ليس دين التدمير ليس دين التقتيل التقتيل لا وربي إنما هو دين الرحمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يروي أبو هريرة قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد هذه خديجة قد جاءتك معها إناء فيه طعام أو شراب أو إدام فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها الله أكبر الله أرسل السلام لزوجة النبي للسيدة خديجة زوجة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ليس فيه صوت مرتفع ولا نصب ليس فيه مرض ولا تعب ولا تعب لا وربي وليس فيه أمراض نفسية وليس فيه ضيق في المعيشة لأن هذا البيت أعده الله عز وجل للمسالمين بل إن رسول الله يهدي أنس بن مالك هدية فيقول يا أنس يا أنيس لأنه خدم النبي عشر سنين لبيك يا رسول الله قال إذا دخلت على أهل بيتك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها المشاهد الكريم بينك وبين الزوجة شجار بينك وبين الأولاد أمر دنيوي نغص عليك عيشتك أغضبك عليهم عندما تدخل من بيتك بدلا من أن تضرب الباب بقدمك عليك أن تلقي السلام على أهلك كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس إذا دخلت على أهل بيتك فسلم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك الله أكبر تنتهي المشاكل تذوب هذه المشاكل التي هي كثلوج البرد والتي هي كثلوج المطر تذوب عندما تلقي السلام لأن الشيطان يأخذ أقرانه ويرتحل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله رجل فيقول يا رسول الله أرأيت إن قابلت صديقا لي أو أخلي أأنحني له قال له رسول الله لا قال أألتزمه وأقبله قال له النبي لا قال أسلم عليه وأصافحه قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم أنت عندما تلقي السلام تؤجر وربي لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيدخل رجل من الصحابة السلام عليك يا رسول الله فيرد النبي النبي السلام فيجلس الرجل قال النبي عشر دخل آخر السلام عليك ورحمة الله يا رسول الله فرد النبي السلام وجلس الرجل فقال النبي عشرون فدخل ثالث السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله فرد النبي السلام وجلس الرجل فقال ثلاثون أنت تكتب الحسنات بنفسك أنت تكتب الخير لنفسك فتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الضمان لدخول الجنة الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا اللهم اجعلنا من المؤمنين قل آمين يا رب العالمين طب معنا اتصال لأستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله الله يسطرك يا حبيبي تحت أمرا زينة الحياة الدنيا زينة الحياة الدنيا تمام أي سؤال تاني يا حبيبي الله يكرمك يا رب آمين يا رب والمسلمين يا جمعين المال والبنونة زينة الحياة الدنيا هكذا يرد علينا الله عز وجل في قوله تعالى المال والبنونة زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه هي الباقيات الصالحات العمل الصالح قيام الليل الصدقات صلة الأرحام هذا كله من الباقيات الصالحات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يأمر الصحابة أن إذا دخل وقابل الصحابي آخر من الصحابة أن يلقي عليه السلام فإذا تفرق لشجرة بينهما أو لحجر أو لجدار فتقابلا فليلقي السلام على صاحبه فإياك والهجر إياك والخصام إياك والشجار إياك والفرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وفي رواية أخرى فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما أي عند الله الذي يبدأ بالسلام إن تحية الإسلام كانت سببا في إنقاذ حياة رجل من المسلمين صل على رسول الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله كان هناك شاب يعمل في مصنع لتجميد الأسماك كان إذا دخل على حارس المصنع كان يلقي عليه السلام في بداية الوردية في الصباح وإن أمس وهو في طريق الخروج يلقي عليه السلام وفي يوم خرجت الوردية ودخله إلى الثلاجة وأغلق عليه الباب ثلاث ساعات كاد أن يتجمد الدم في العروق ولكن حارس المصنع جاء سريعا وفتح باب السلاجة وأخرج هذا العامل الذي كاد أن يفارق الحياة فلما جاء المدير في اليوم التالي واستدعى الحارس وقال له ليس مكانك أن تدخل وليس من عملك أن تدخل إلى السلاجة فلماذا دخلت؟ قال والله أيها المدير منذ بضعة عشر عاما لا يلقي علي السلام إذا دخل وإذا خرج إلا هذا العامل في المصنع فلما ألقى علي السلام في الصباح وغاب عن إلقاء السلام وهو في طريق الخروج والانتهاء من الوردية علمت أنه تعرض لمشكلة فأنقسته بإذن الله السلام طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أعلم أيوة أسمع أموك ما أسلم تضرطي الشيخ ما حضرتك أنت على الهواء فضالي حضرتك الشيخ بص أنا عمتجوزة بقى لي السباح سواء تمام وجوزة كان بيشرب وتعالج والتعالج يعني بعد أربع سنين من الجوائب تمام شاهمي وبعدين دلوقتي معايا بنت وانا حق يعني ببصة ملعة عن نفس من الخلفة علشاني مش حسى معاه بالأمان يعني هو مش يعني في الوقت يعني مش حسى معاه بالأمان وبيحاول اللي هو يراضي أخواته مجبيراتين أنا طب هو ريع للشرب تاني هو مربح للشرب تاني بس هو هل علينا حرام اللي هو منع نفس من الخلفة هو عايز يعني وانا شلط لكن مش عايز عشان أنا خليس اللي ما طال من معاه طب أجيبك إن شاء الله الله عز وجل يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أمر الإنجاب وعدم الإنجاب هذا يتعلق بإرادة الله عز وجل أما أما إنك تخافين على مستقبل أولادك فأقول لك ليس من رأي الصواب لما لأن الله عز وجل لأن الله عز وجل يقول قل لا يعلم الغيب إلا الله قل لا يعلم الغيب إلا الله فأنت رشدي في الإنجاب يعني مثلا ولد اثنين على قدر الحاجة وعلى قدر أنك تستطعين أن تنفقي على الأولاد وعلى قدر أنك تربين الأولاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وربما جاء لك ولد ذكر أعانى أباه وكان عونا له على طاعة الله وكان عونا لك في الكبر على هذه الحياة التي اشتد عليك فيها البأس وأنت تخافين من قلة الأمان مع الزوج فربما أرسل الله إليك بولد صالح كان عونا لك وعونا لأبيه على صلاح الحال في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله فتوكل على الله وأصلح ما بينك وبين هذا الزوج وإتينا له حتى بولد ذكر يكون عونا لكما في الدنيا وفي الآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنهم صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأسأل الله أن يرزقكم صلاح الأولاد إنه ولي ذلك والقادر عليه طيب معنا لأستاذ سلمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسأل الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بس أنت كده نوية أنك تجمعي نية القضاء مع نية صيام الستة البيض أو أنت بتصوم اللي عليك ها؟ أنت نوية تجمعي النية ما بين أنك تقضي اللي عليك وتصوم الستة البيض اللي هما صيام النفل تجمعوهم في نية واحدة أنك تصوم ستة للقضاء وللنفل حاضر أجيبك إن شاء الله يعني الأستاذ سلمة بتقول إن هي عليها أيام وعايزة تصومها مع الستة البيض وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الظهر كله أي العام كله أي السنة كلها صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندنا جزئية اللي هي رأي الجمهور بأنه لا يجوز الجمعة بالنية بين صيام القضاء اللي هي عليك من أيام الدورة وبين صيام الستة البيض اللي هم من شوال لا يجوز عند رأي الجمهور ولكن دار الإفتاء المصرية أخذت بالرأي الأيصر وقالت بأنه يجوز لك الجمع إن شاء الله طيب أصم تفرقة ولا أصمهم متوالية الأولى أن تصوميهم أن تصومي هذه الأيام متوالية لأن النبي قال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال طيب أنا عندي مرض ومريضة وتعبانة والمعدة فهل تهبات أو قرحة أو حسسية أو مشكلة في القولون العصبي أعمل إيه؟ يجوز لك أن تصومي الأثنين والخميس إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفس السلام وأطعم الطعام يا الله اطعام الطعام بالله عليك أنت تقف في صف واحد في المسجد تجد أحد المسلمين عنده تخمة ويعاني من السمنة ومن الطرهلات ومن زيادة الوزن وبجواره من يعاني من الأنمية وفقر الدم وقصور في الضورة الدموية من قلة الطعام ومن قلة أكل اللح ومن قلة المؤنى في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن خبا وخسر من يا رسول الله ليس منا ليس منا ليس منا من يا رسول الله من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم يا الله طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي ممكن بس أنا عندي ثلاث أسئلة معلش أنا تفضلي أول سؤال هي البلوك حروم تاني سؤال طيب تاني سؤال ممكن نصوم الكفة البيت بعد العيد تمام تمام تاني سؤال انا عندي حصائص مشكلة معي السنة اللي فاتت ان قلت كنت مكتوب كتابي وحصل المشاكل بيني ونهولي وصلت تاني السؤال الثالث كده وتحركي في مكان فيه شبكة بعد ازنك انا قلت مكتوب كتابي تمام وثبت البيت ونشيت تمام رحت عند واحدة صاحبتي بعدين رحت عند داخل فانا عايزة اعرف حصائص مشاكل كتير طبعا ان احنا سعيدة وكده طبعا فانا عايزة اعرف ايه حكم الدين في كده تم انت رحت ليه رحت عند صاحبتك ليه يعني تركت البيت ليه معترضة على اكاد بالكتاب وعلى الزيجة دي وعلى الزواج ده ولا لا انا معترضة على الزواج بس بابا ما كانش موافق عشان كلامي الناس تمام انا اكتشفت فيه حاجات كتير وحشة تمام فمكنش ينفع ان هو يبقى لي جوز تمام فسبت البيت ونشيت طبعا رجعت احصل مشاكل كتير جدا فطبعا عنامني مسكوني وحمسوني وكده فانا بلغت بصراحة تمام فانا عايزة اعرف انا بلغت وحبست بابا وعماني بس ايه عمالنا محضر صلح وتمام بابا قطعني ومش بيكلمني وحتى مش قابل ان هو يتكلم معي وعبقت حاجات كتير انا احصل اقولو ان انا مش هعمل كده اتكلم وقام بيني عليها قدام ببنا وقام بيني بيني ربنا واني هو همخلي ماما قطع خارسي وموخلاني ومش بتروح عندهم ولا ديبها عبنا وانا همتعرف فرقم الجين في دا ايه واعمل ايه عشان حاضر 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 انت حاليا تزوجتي مرة اخرى ولا مازال لسه لا انا لسه ما حصلش نصيد لها بالوقت ربنا زوجك بالزوج الصالح ان شاء الله يا بنت حاضر اكثر من الاستغفار واكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستيدينا الخير ان شاء الله وسأهديك بهدية من رسول الله سيعجل لك بالزواج الصالح ان شاء الله البروكة حرام ولا حلال البروكة ان كانت للزوجة فهي حلال واحدة لقدر الله تساقط شعرها او لقدر الله بتاخد كيماوي فتساقط الشعر واصبحت بلا شعر فهي تتزين لزوجها فهذا جائز ان شاء الله وكده كده يعني سبحان الله عندما تخرج في سفر او في ترحال فهي تلبس الحجاب ولا يظهر من شعرها شيء فان كانت للزوج فهي حلال طب ان كانت للمخطوبة يعني جاءت امرأي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي تساقط شعرها ويأتيها خطاب فهل علي من وزر ان ألبست ابنتي او وصلت لها شعرا قال النبي لعن الله الواصلة والمستوصلة من غش فليس منا من غشنا فليس منا اما سبحان الله الوحدة طبعا البنت كده عندما يأتيها الخاطب اول حاجة تعملها تجد انها تلبس عدسة عدسة خضرة وسبحان الله باروكا كده شعر اسفر الولد يروح والخاطب يروح اه ده جاية من اوروبا وبعد ذلك ليلة الصباحية يجد انها بلا شعر اقول من غش فليس منا فالبروكا للزوج حلال وللخاطب حرام طيب الستة البيض بعد العيد ايه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لو انتم تابع الحلقة من الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صامت ظهر كله فاعانك الله على انفاز سنة حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كتبت الكتاب وفي يوم كتب الكتاب تركت البيت وخرجت اقول لك يا بنيتي ما كان عليك ان تفعلي هذا لماذا؟ لان الله عز وجل يعني جعل لنا العقل والحكمة كان ممكن ان تذهبي الى ابيك وتقول يا ابي استحلفك بالله هذا الشخص لا اريده به كذا وكذا وكذا اما خروجك من البيت سبب احراج لأبيك احراج لعائلتك احراج لكل من ينتسب لكل قريب اليك فعندما خرجت تسببت في قطيعة الرحم وتسببت في ان اباك لا يكلمك الان ولا ينظر اليك ولا يتحدث معك ومهما ابديت اليه من اعضاء فاقول لك تخيل ان اباك وهو يمشي بك وانت صغيرة وابوك الان وجد يعني وحل وطين ومطر شديد ماذا يصنع هذا الاب اول ما يصنع يحملك على كتفيه وعلى منك بيه فاياك ان تجعل هذه الرأس التي وضعت يدك عليها يداك عليها اياك ان تجعلها في الطين وياك ان تجعلها متذللة بين الناس كان عليك ان تفعلي ايصر من هذا ولكن قدر الله وما شاء فعل حدث هذا فماذا اصنع الان اصدحي ما بينك وبين الله عز وجل وانت ساجدها قل يا رب لي انقلب ابي علي يا رب اجعل ابي يرضى علي يعني وتوددي اليه وان شاء الله هدية من النبي صلى الله عليه وسلم اهديك بها الا وهي صلاة قضاء الحاجة اكتبي ورايا وانت حتى لو مش هتكتبي تبعي الحلقة على اليوتيوب ان شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بانه من صلى ركعتين وقال في دبر هاتين الركعتين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اث والفوز بالجنة والنجاة من النار ثم سأل الله من امر الدنيا والاخرة الا اعطاه انتهت صلى الركعتين دون وقل يا رب زوجني بالزوج الصالح وهذا للمشاهدين الكرام هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في الجنة غرفا غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال الصحابة لمن هذه الغرف يا رسول الله قال اعدها الله لمن الان الكلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام اطعم الجوحة اطعم المرضى يا اخي الحبيب انفق ينفق الله عليك يعني تخيل ربيع بن خثيم هذا الرجل كان يمشي وفي جيبه قطع السكر وقطع الحلوى وكان يمر على الفقراء وعلى من يسأل فيعطيه السكر وقطع الحلوى فسئل في ذلك لماذا السكر بالذات ولماذا الحلوى بالذات فقال لهم لأني قرأت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانا احب قطع السكر واحب الحلوى فانفق حتى انال البر عند الله الله اكبر طيب معنا ام محمد السلام عليكم ورحمة الله وعلكم بالسلام ورحمة الله وبركاته الزكاة الشيخ الله يصطرك يا ام محمد كل سلام وانتقيم وحضرتك بالصحة والسلامة والسادة المشاهدين اتفضل يا ام محمد مش شكرين يا شيخ انا معي ابني عند 19 سنة تمام اه مش بيصلي تمام احاولت ابعه بكل اصطرق عشان انه هو يصلي وتعبه مغوي ويصلي ماذا يصلي الجامع الجامع قدام الباب بتدعيلي يا ام محمد وبركاته يصلي الله يبريك لك يا ام محمد اي سؤال تاني يا ام محمد وهو طيب يا ربنا وكل حال بس الاغاب استمعته ودنه وكله دوته مش بيصن حاضر يا ام محمد اي سؤال تاني لا مشكلين يا شيخ ربنا يسترك يا ام محمد واهدي لك هذا الولد ان شاء الله ويهدي شباب المسلمين يا رب يا الله والله ما احنها من ام الام التي تجوع من اجل ان تشبع انت الام التي اضمأت نهارها واسهرت ليلها من اجل ان ترتاح انت يعني يا احمد امك تدعو لك ليلا ونهارا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهم ومنهم دعوة الوالدان لولدهما فيا ولد الحبيب اقبل على الله لانه اول ما تسال عنه في قبرك الصلاة فان صلحت كان ما بعدها ايصر وان فسدت كان ما بعدها اشد بل يقص النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل وضع في قبري فيأتيه الملكان من عند رأسه ليوقذاه فتقول لهم الصلاة لا تقذاه من جهتي فكثيرا ما وضع جبهته ساجدا لله عن يمينه الزكاة تدفع عنه عن يساره الصدقة تدفع عنه عند قدميه فعل الخيرات يدفع عنه القرآن يطوف حوله فاذا بهما يناديان نداءا رقيقا يا عبدالله قم للسؤال فيقوم وكأنه في دار الدنيا وكأن الشمس عند غروبها اي بعد صلاة العصر فيقول لهما دعانيا حتى اصلي العصر فيقولان له عشت حريصا على الصلاة ومت حريصا على الصلاة فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض يحمد توب إلى ربك وارجع وتوب إلى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون الموت الآن لا يفرق بين صغير ولا كبير كورونا لا تترك صغيرا ولا كبيرا الحوادث التي نراها على الطرق لا تفرق بين الصحيح والمريض ولا بين الغني والفقير ولا بين الوزير والخفير تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من فتى أمسا وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من عروس زيلوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة العرس وكم من صحيح ما تلا من علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر سارع بالصلاة يا ولدي طيب معنا للأستاذ كرم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام عليكم الله يستورك يا أستاذ كرم تفضل يا حبيب تفضل يا حبيب أنا بقى لي حوالي يجي سنتين أو سنتين ونص الوقت ما شفتش النبع عليه الصلاة والسلام الله أكبر كأنك تراه كنت بتشوفه باستمرار كنت بشوفه باستمرار وكنت في السعادية كنت بشوفه بس هنا ما بعدش بشوفه هل تقصر من الصلاة عليه نعم بيه ويتريومي محافظ عليه دابين وبين من ربنا الله يبريك لك يا أستاذ كرم أسعدتني والله أسعدتني والله أنا فيه دعاء فيه حاجة فيه حاجة ننزع للنبي فيها فتقولي على حاجة يعني حاضر يا حبيب أنا بقى لي أقطع من سنتين ونص ومش اكتبهش هل تغير حالك الآن عن قبل والله الأول فيه تقصير بقتل من العمر بس دلوقت حاليا الحالة مش متأثرة لما أنا أروح تاني يعني حاضر حاضر أنت حاول توصف لي دعاء أن أنا يعني أنا مشتاق لي كل يوم كل يوم قبل ما أنا عايز أشوفه بس أنا مش عارف حاضر يا أسكرم حاضر حاضر يا حبيب شكرا لي الله يسكرم يعني كدت الدموع أن تزرف من العينين لأن رمضان هذا كان أشد رمضان برك علي إي وربي في ليلة العشر من رمضان رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن الناس في عرسات القيامة وفي ظلمة شديدة فأصابني خوف وهلع ثم اطمأنا وجاءني الهدوء والسكينة ثم جاءني رجلان فمشيت معهما وقال لي أنظر فنظرت فإذا برسول الله يبتسم فقلت صلى الله على محمد صلى الله على محمد والله أنا لا أستحق هذا يا رسول الله والله أنا لا أستحق هذا يا رسول الله فيا أخي الحبيب أيها المشاهد الكريم غض البصر عن النظر إلى المحرمات واستغفر الله عز وجل وأكثر من الصلاة عليه أي الصلاة على رسول الله وقل اللهم ارزقني رؤية النبي في الدنيا وجواره في الآخرة وشفاعته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ستسعد برؤياه بوجه كالقمر بشعر يصل إلى المنكبين بعينين مكحولتين بابتسامة إذا رأيتها هانت عليك الدنيا اللهم لا تحرمنا من شفاعة رسول الله اللهم آمين معانا الحجة فوزية السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته فضالي أيو 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 ممكن أكلم الشيخ مع حضرتك أنت على الهواء أيو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا ستيف أنا عندي ولدتي ستة كبيرة في السن ومريضة سمعنا حضرتك؟ أسمعك بس يا ردت يعني وطي صوت التلفزيون وكلميني من التلفون أنا أكلم حضرتك من التلفون أه بس وطي صوت التلفزيون أي وطيت حضرتك فضالي عندي ستة أولدتي ستة مريضة ستة مريضة وتعدانة مستقرش تقوم ولا كده فأخواتي بهمة اللي بقلوها فلاقينا في ستة العلاج بتاعها ده هي حجاجة الحجاج ده لقنا فيه نصوب يعني يجدها من المرض وما يخشيش على صبر خالص وتقدر تتواجح كده ليل ونهار دلوقتي بتقلح حجومها هاي قادة في الفلسة ممكنش بتقدر تقلح حجومها بتقلحها وطبناها في الأرض فالحجاج ده تاني برد نقوف انتاني حجاج ده لنقوف العلاج بتحها في قلب الكيفر فكتحنا لعينة نصوب يعني يعني إيه بقلة الصبر ليها وقلة الرحمة وإحنا بناتها يجينا مرض في اسمنا أربع مناس وفيه ثلاث رجالة رجالة يكرهوا بعضهم ما يحبوش بعض غير واحد بس هي اللي تحبوا وهي اللي تشوفوا هو اللي يبقى معاها بس هو الوقت السعيبها وخوات الثانيين هم اللي مدعوا لها السميان أي سؤال تاني حاجة فوزية ما هو ده بس حضر حضر أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله من أكبر الكبائر السحر والذي يقوم بالسحر ارتكب كبيرة من الكبائر وأقول لك يا من تخف من السحر هناك هدية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سورة البقرة إذا قرئت بالنهار لا يستطيعها البطرة ولا السحرة ولا يستطيع أكبر ساحر في العالم أن يصيبك بأذى أو بضر بإذن الله وكذلك إذا قرئت بليل حفظتك بليل وأهناك أدعية علمنا إياها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاثاً لا يضرك شيء إن شاء الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين اللامة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ودائماً وأبداً اعلمي أيتها المريضة وأيها المريض أن أكثر الناس بلاءاً الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ويبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة يبتلى على قدر دينه عمران بن الحسين ابتلي بالبواسير ثلاثين عاماً أجلسته على الفراش كان سمين وكبير الجسة كان وضعوا خرقوا له في سريره موضعاً لحمامه فإذا به يدخل عليه أصحاب النبي ويقولون له وهم يبكون تذكرنا عندما كنت تغزو مع رسول الله وتجاهد مع رسول الله وتقاتل الأعداء فقال والله إن ابتلاء الله أحب إلي من قوتي وبدني انصرف الصحب الكرام ودخل عليه أخوه فبكى قال ما يبكيك يا أخي قال يا ابن أم أنت كنت أباً لي وكنت تفعل كذا وكذا وها أراك لا تتحرك منذ ثلاثين عاماً قال ألا أخبرك ألا أبشرك قال ما هو الأمر الذي تبشرني به قال والله إن الملائكة لتدخل علي وتسلم علي في الصباح وفي المساء رضاء بصبر على قضاء الله وبشر الصابرين الحبيب المصطفى طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام فضل يا حبيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الشيخ معي أخوك معاك الشيخ تفضل أنا معي أربع صبيعات ربنا يبارك الله يبارك فيكم وجوزهم وعمل كلهم بيتملكوا كل حاجة وجوزوا وجوزوا عليهم بس أنا بدي عليهم في كل وقت وكل عدان وكل وقت مصابل فيه لأنهم السلام فيه حبيب عليك هذا حرام حبيبي ما اسمك نعم مسعود إبراهيم علي ربنا يسعدك في الدنيا والآخرة يا حج مسعود الله يبارك فيك الله يبارك فيك صبراً ولا تدعو على أولادك يعني مهم السلام حاضر حاضر أي سؤال تاني حج مسعود لا حتى مروح لك في رمضان أو دعا عاد مع بنتي السغيرة رغم حتى بشو حقوقه اللي دعا يفطر معي يوم ولا مأزتهمش في حاجة وابتح منهم لما جوزتهم وعملتهم بيت كل واحد عاد في شائطهم حاضر يا حبيبي حاضر حاضر أنا بقى لسانة كده بعد عليهم الله عشان ما اسألهم فيه خالص لا اسمعني عندي 76 سنة ربنا يطول عمرك ويحسن عملك أنت والسادة المشاهدين يا رب حاضر يا حبيبي أجيبك إن شاء الله يعني سبحان الله الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفش السلام وأطعم الطعام واصل الأرحام والله يقول وَقَضَى رَبُّكَ أَنَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةَ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح الإمام البخاري في الأدب المفرد لا يدخل الجنة قاطع رحم الجنة حرام على من يقطع رحمه الجنة حرام على من يعق أباه الجنة حرام على من يسيء إلى أمه والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه رضى الله في رضى الوالدين وصخط الله في صخط الوالدين ولكن حق مسعود لا تدعو على أولادك ادعو لهم بالهداية عبد الله بن المبارك يأتيه رجل فيقول أشتكي عقوق ولدي قال هل تدعو عليه قال نعم أدعو عليه قال أنت الذي أفسدت ولدك أنت الذي أفسدت ولدك ادعو له وكان هناك امرأة وكان لها ابن وحيد فهذا الولد كان يسافر إلى دول الخليج وفي يوم من الأيام أغضب أمه فدعت عليه وهو في طريق سفره فقالت اللهم لا ترجعه حيا يا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم عسى أن توافقوا ساعة فيستجيب الله لكم والله بضعة أشهر وعاد في صندوق من خشب فحجم سعود أي سرك أن ترى هلاك أولادك ادعو لهم بالصلاح وأنتم أيها الأولاد سارعوا بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله وأصلحوا ما بينكم وبين الوالدين معنا الأستاذ أشرف السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله الله يبارك في عمرك يا أشرف أنا ليه السؤال حضر لك يعني اعتبر من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو الجار وفكاة الرسول أنا ورس تمام أنا ليه جار يعني معنى الكلام إن أنا أوده بكويت معاه وفي يوم واثنين والثالث هو بيضغير خالص بيضغير يعني ببطلية غريبة الشكل وده من الزوجة بتاعته تمام فبدعيله صراحة بكل صالح إن ربنا هديه شوية برضه يضغير دي الزوجة بتاعته يعني إيه قلب الموازين خالص أنا عايز أعرف أنا عليها زنب وإن أنا أعمل إيه عشان خاطر ربنا يهديه ويرجع للسرق السواب إنه كاد أن يعني الله نبيل عن الجنيه خالص يا أستاذ أشرف هل الجار ده قريب لك جدا في صلة قرابة يعني من العصر من القرابة طيب حاضر يا حبيب أجيبك إن شاء الله حاضر حاضر يعني سبحان الله الله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم النبي صلى الله عليه وسلم يحذر كذلك من قطيعة الرحم ويحذر كذلك من الإساءة إلى أهل القربة وإلى أقربائك من العصب أو من الرحم والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي من أقربائه عذب من أقربائه طرد من بيته من أقربائه سفك دم النبي صلى الله عليه وسلم شجت رأسه وكسرت رباعيته وسالت دم الشريف على وجهه من أقربائه ولما عاد منتصرا في فتح مكة وحول النبي عشرة آلاف موحد يعني ينتظرون أن يشير إليهم النبي اقتلوا هذا اسفكوا دم هذا دمروا هذه البيوت خربوا هذه البيوت ويؤتى بأقربائه وكان منهم سفيان ابن الحارث الذي فر بأهله وفر بأولاده إلى الصحراء وقابله سيدنا علي بن أبي طالب وقال إلى أين يا أبا سفيان يا ابن الحارث فقال له أنا فعلت كذا وكذا مع محمد وأنا أذهب بأولادي حتى أهلك في الصحراء فقال له إن رسول الله أوصل الناس إن رسول الله أرحم الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين اذهب إلى رسول الله وقل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فلما ذهب إليه أبو سفيان بن الحارث وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فبكى النبي وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فاغفر لأخيك الذلات ولا تنظر إلى زوجته فوالله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه إذا عثر أحدنا في حجر لا يقول أب ولا ابن إنما يقول أخ وكان زين العابدين ابن الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم إذا به كان عندما سئل عن موت الأخ قال قسم للظهر يعني كأن الظهر هذا قسم كأن هذه الفقرات أصيبت بكسور شديدة فإياك أن تترك أخاك من أجل زوجته السيئة ولكن أحسن إليه أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته يا أستاذ أشرف طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل إذاك يا عبد الشيخ محمد الله يسطرك صرفتنا يا شيخ الله يفتع عليك اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب إذاك الله خير اتفضل يا حبيب اتفضل باش يا شيخ أنا بعدنا بعد زلح كده بين جماعة تمام واصلقناهم وقعدنا نقوله وده كده وده كده وده كده والآخر جرانا الفتحة تمام وبعدين سؤل تمام وبعدين الآخر برضو يعني حصل شوية فقعدنا نسالح فيهم ويعملوا تاني برضو وجراناهم الفتحة تمام يعني الفتحة دي على اللي انتوا اتفكتوا عليه على اللي اتفكنا عليه تمام طبعا دي برضو تاني يوم حصل اي حصل خلاف يا شيخنا تاني وكانوا الفتح تمام يعني حصل خلاف تاني ومسكوا ببعد وانا كده نجرح نفتحة ولا منها جمال يا حجنا الناس دول يعني فيه صلة قرابة بينهم ولا هم جيران لا هم جيران تمام اختلاف على ارض مثلا ولا اختلاف على امور دنيوية بسيطة لا اختلاف على ارض واختلاف برضو على جناء تمام مشاكل يعني عليها من اللي بتحصل مشاكل عليها طيب حاضر اجيبك ان شاء الله اي سؤال تاني حقنا شكرا على الاتصال يعني سبحان الله جزاكم الله خيرا انكم تصلحون بين هؤلاء المتخاصمين وبين هؤلاء المتشاجرين وبين هؤلاء المسلمين لما لان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى ظهرت ثناياه فقال له سيدنا الفاروق عمر اضحك الله سنك يا رسول الله ما الذي اضحكك قال رجلان من امتي جسيا على ركبتيهما امام رب العزة يقول احدهما اي المظلوم يا رب خذ بحقي من اخي فيقول له ربنا اي للمظلوم قم فانظر فينظر الى قصور مكللة باللؤلؤ ومكلل بالفضة وبالذهب فيقول يا رب لأي نبي هذا لأي شهيد هذا لأي صديق هذا قال هذا لمن يملك السمن قال ومن يملك السمن يا رب الا صديق او نبي او شهيد قال انت تملك السمن قال انا قال نعم بعفوك عن اخيك قال اشهدك يا رب اني قد عفوت عن اخي فيقول ربنا قم وخذ بيدي اخيك وادخولا الى الجنة فانتعفو اصفح اقبل الصلح لذلك قال النبي في آخر الحديث فاتقوا الله وأصلحوا بين إخوانكم فإن الله يصلح بين العباد يوم القيامة وإنت طبعا بتقرأ الفتحة هذا يعني عهدناه وهذا عرف ولكن ليس له باب من أبواب الشر ولكن هو من باب توثيق الصلح بين الناس فاتق الله في جارك واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات المر فشهد له أربع من جيرانه الأدنين بخير إلا قال ربنا قبلت شفاعتكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون فأحسن إلى جيرانك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ثيورسه هكذا علمنا من النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الحبيب أفش السلام وأطعم الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام الصلاة بليل إياك أن تقطع العهد الذي بينك وبين الله سيدنا الحسن البصري يسأل يا إمام ما بالنا نرى الذين يقيمون بالليل ويقيمون الليل وجوههم فيها النور قال لأنهم يختلون بربهم فيفيض الله عليهم من نوره الله أكبر فإياك أن تترك قيام الليل لما؟ لأنه حصن لك من النار ولأن قيام الليل مناجات لرب الأرض والسماء يتنزل ربنا في وقت الصحر تنزلا يليق بجماله وكماله ليس كما دار ببالي وببالك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يا أخي الحبيب دم على الطاعة واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه وفي رواية حتى تتفتر قدماه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول يا عائش أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن لسان لا يذكر ومن جسد على البلاء لا يصبر اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فأعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم ارفعنا البلاء والغلاء وسيئ الأسقام دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة